بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم مستر أحمد الباشر وإن شاء الله هنبدأ مع بعض طبعا إحنا عارفين إن الإنسان لما بياكل ولما يتغذى يبقى عنده إنرجي والإنرجي دي بتخليه يبقى عنده قوة إنه هو يعمل تغيير فإحنا عندنا مصطلح مهم جدا اسمه فورس عندنا مصطلح مهم اسمه فورس أو كلمة مهمة اسمها فورس كلمة فورس معناها القوة ودي بتخليك إنه إنت عندك القدرة على إحداث تغيير معين إنه إنت تعمل تشينج معين وتقدر إنه إنت من خلال الفورس دي توقف الأشياء أو تعمل لها موف The objects above require a force to stop or move أصده أبوف يعني أصده السور دي ده مثلا واحد بيحاول يعمل موف للكار بيحاول إنه هو يحرك العربية ده بيحاول إنه هو يعمل بول بول يعني يشد أو يجذب الشنطة في الحالة اللي هي مثلا بتاعة الفوتبول بلاير واحد شاط الكورة عمل لها بوش كلمة بوش يعني يدفع الشيء وواحد تاني برضو بيعمل بوش بس بيحاول إنه هو يصد الكورة إحنا عاوزين نفهم إن الفورس ممكن يبقى لها شكلين الشكل الأول هو اسمه بوشينج فورس والشكل الثاني اسمه بولينج فورس كمثال على الكلام ده The person in picture one need energy to push car إنت لو بصيت هنا للشخص اللي في الصورة دي بيحاول يزق العربية أو كلمة يزق العربية دي إنه هو يعمل لها بوش إنه هو يدفع عارف إنت لما بتزق مثلا حاجة بتزق الباب بتعمل حاجة بتزق عربية ده اسمه بوشينج فورس إنك إيديك متجهة للحاجة بتزقها الشخص الثاني اللي هو في الصورة دي معاش أنت بيشدها فده بيعمل بول بيعمل بولينج لي السويت كيس اللي هي الشنطة بتاعته وطعم في الحالة هنا برضو بيشرح لي أكتر إن اللعيب ده بيشوت الكرة في بيعمل بوش للبول موضوع البوش وبول ده هننقشه كمان شوية أو هنفهمه أكتر فكرة إنك تزق الحاجة ده بوش وإنك تسحبها ده بول ولكن مش ده موضوعنا إحنا موضوعنا الوقت بنتكلم في truck versus airplane يعني إيه truck versus airplane إن أنا الوقت عنديك truck الترك دي اللي هي العربية النقل العربية الكبيرة دي وعندي طيار إيه العلاقة بين الترك والAirplane قالي الإيربلاين أسرع من الترك jet planes fly much faster than moving truck الجيت plane بتجري وتطير أسرع بكتير وده ليه ليه الإيربلاين للطيارة أسرع بكتير من الجيت من الترك ليه الطيارة أسرع قال لي ده بسبب المحرك engine المحرك بتاع الجيت plane أسرع بكتير وأقوى بكتير من engine of truck يعني لو جبت عربية وجبت طيارة أكيد الـ engine اللي هو المحرك بتاع الإيربلاين أكتر ده بفكر فيه الناس وقاله طيب هو ممكن أجيب engine محرك بتاع جيت plane وحطه على ترك إيه لا تعرف إن العربية بتمشي بمحرك معين هو أحب بقى لك إيه طب أنا لو جبت محرك طيارة وحطته على الترك إيه اللي يحصل ومن هنا جات فكرة ترك مشهورة جداً اسمها shock wave truck الشوك wave truck هي واحدة من أكتر الترك المسيرة في العالم لأن إحنا حطين في المحرك بتاع العربية دي مش محرك عربية عادية ده انت حاطت محرك طيارة أخيال إنت راكب عربية بمحرك طيارة ده مش محرك واحد كمان دول ثلاث محركات أخيال بقى أنت جاي بقوة رهيبة جداً The truck in opposite picture is called shock wave العربية اللي قدامك دي اسمها shock wave shock wave truck contain three engines فيها ثلاث محركات طب حوزين نتكلم شوية عن shock wave truck دي قال لي ازاي بتتحرك how does shock wave move ازاي العربية دي بتتحرك طبعاً بتتحرك بسرعة عالية جداً وبتتحرك عن طريق three engines three jet engines ثلاث محركات jet جات يعني عربيات طيرات وبتمشي بسرعة بسرعة بتوصل speed more than five hundred kilometer per hour وده مصطلح مهم جداً برضو هنقشف الدروس الجاية وهي فكرة ان السبيب بتتحسب بحاجة اسمها كيلومتر per hour يعني كيلومتر per hour يعني السرعة دي السرعة اللي هي 500 دي معناها انه بيمشي 500 كيلو كل ساعة وده رقم كبير جداً على فكرة يعني ممكن يروح من القاهرة الاسكندرية ويجي وكمان يبقى عنده يعني واكتر من كده كمان في ساعة طب هي سريعة قوي يا مستر قال لي دي اسرع حوالي five times من النورمال تراك يعني اسرع بكتير من التراكس العديد يبقى ايه المميز في الشوك ويف تراك انها فيها three jet engines بتمشي بسرعة more than 500 كيلومتر per hour وبتمشي five times اسرع خمس مرات من العربية طب مستر كده سريع جداً يعني العربية دي على المعلومات دي طب ده سريع جداً نعمل ايه نوقفها ازاي قال لي علشان نوقف العربية دي احنا بنعمل حاجة اسمها بارشوت تخيل بيركبولها بارشوت زي بتاعة طيارات اللي بتوقف to stop shock wave engineers install three parachutes in it ثلاث بارشوتات في that the driver opens them to help slow down the shock wave بيركبوا three parachutes بيركبوا ثلاث بارشوتات على العربية من وراء عشان توقفها the idea of parachute is used in rocket designs طبعاً في السواريخ لما يكون فيه سالوخ عاوز انه عايزين نوقفه وبنركب له البرشوت ده مفهوم البوش and pull مفهوم مهم جداً وعلشان نفهمه أكتر يقول لي هنا ان الحاجات اللي حوالينا في حياتنا can't move without push and pull forces يعني انت لو سبت الدرجة ده لوحده في حاله إيه اللي هيحركه الكورة لو سبتها إيه اللي هيحركه ترابيزة لو سبتها إيه اللي هيحركه لازم قوة تأثر عليها عشان تتحرك بيقول لي هنا pull lying on ground doesn't move until الكورة اللي موجودة على ال ground مش هتتحرك إلا ما شيء ييشوتها أو شيء يحركها فانت بتزق الحاجة دي أو بتحاول ان انت تتفعها ده اسمه push إنما الدرجة هنا انت مش بتزقه لانت بتشده عليك بتحاول انت تشده ناحيتك ده اسمه pull طيب لما تقفلوا لما تقفل الدرج هنسميها push يبقى push إنك بتزق pull يعني بتسحب أو بتجر كمان بيكلمني أكتر في الدرس ده عن معلومات هو الدرس أصلا ممتع وبيفهمنا تكنولوجي جديدة وأفكار إحنا لازم نكون فاهمين بيقول لي إن الويند الرياح can move leaves of tree الهوى لما بيكون شديد بيحرك الشجرة أو بيحرك أوراق الشجرة فالعلماء قالوا هل الair can move some objects يعني هل force of air قوة الهوى تقدر تحرك object فقالوا تبص هنجيب fire extinguishers هنجيب طفايات حريق طفايات الحريق دي بتطلع هوا في الاتجاه ده تلاقي العربية تحركت في الاتجاه التاني دايما هو بيقول لك إيه هتطلع هوا الناحية دي تلاقي إن الدفع تم الناحية التاني دايما فكرة كده من الأفكار اللي في الفيزيكس لما بيكون في رياح خارجة تلاقي راحة الناحية التاني هاقول لكم إزاي ما دحك مش أنت ساعات تجيب بلونة والبلونة دي تفضل تنفخها تنفخها ولما تسيب البلونة تطلع الهوى تلاقي البلونة بدأت تجري وتطير بلونة منفوخة لما تفضيها تتسيبها بتقف مكانها وتفضى ولا تجري بتجري نفس الكلام كده اعتبر إن دي بلونة والهوى خارج كده الهوى لما يخرج كده البلونة تخرج تمشي الناحية التاني هتفهم الفكرة فيقول لي إيه؟ يقول لي إن some engineers fix fire extinguisher onto cart يعني حطوا fire extinguisher في الكارت when they release air from fire extinguisher the air move backward الهوى بيرجع that make the carrot begin to move forward يعني إن الهوى بيخرج لورا backward العربية بتمشي لقدام ممتاز طب كل ما زود الهوى اللي خارج ده كل ما الهوى يخرج أكتر العربية تبقى أسرع ده شكل منطقي جدا by increasing the number of fire extinguishers the speed of cart increase and distance move increase والمسافة اللي هو بيمشيها بتزيد ده مجرد بس example مش مهم قوي بس المهم هو فكرة push force and pull force and shock wave and shock wave مو الكار يعني ترق واتمنى تكونوا في مطو الدرس ده ياريت تسمعوا أكتر من مرة جماعة لازم يسمعوا الدروس أكتر من مرة وان شاء الله تكونوا أشتر ناس في الدنيا بتمنى لكم بإذن الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر أحمد البشر bay bay